تحرك دبلوماسي أوروبي ملحوظ على الساحة اليمنية خلال الأيام الماضية تحولت عدن وصنعاء والرياض إلى محطات مهمة لتحركات منفصلة قام بها وفد أوروبي وآخر بريطاني بالإضافة إلى التحركات المعتادة للمبعوث الأممي إلى اليمن مارتين غريفث يتواجد في العاصمة صنعاء منذ الأحد رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي هانس غرودنبرغ وسفيرة فرنسا وهولندا كريستيان توستو وإرما فاند يورن في زيارة شملت قبل ذلك العاصمة السياسية المؤقتة عدن حيث التقى السفراء الثلاثة رئيس الوزراء معين عبد الملك لقاءات الوفد الأوروبي في صنعاء شملت مهدي المشاط ومحمد الحوثي وهشام شرف وقيادات أخرى في سلطة الأمر الواقع هناك لكن لم تتضح حتى الآن معالم المهمة الدبلوماسية للسفراء الثلاثة في وقت أفادت فيه مصادر مطالعة بأن السفراء يستطيعون مواقف الأطراف المختلفة بشأن إمكانية استئناف المفاوضات الشاملة خصوصا بعد فشل محادثات مسقط السرية بين الرياض والحوثيين خلال محادثاتهم مع الدبلوماسيين الأوروبيين كرر الحوثيون مطالب لها علاقة بتثبيت مكاسبهم الحربية والسياسية عبر إصرارهم على رفع الحصار بشكل كامل ودفع مرتبات موظفية الدولة وإعادة فتح مطر صنعاء والسماح بالدخول الدائم للسفن المحملة بالمشتقات النفطية والمواد الغدائية إلى ميناء الحديدة دون أي عوائق محاولة صريحة للسطو على الصلاحيات السيادية للسطوة الشرعية كما يراها المراقبون لا يقابلها تنازل من أي نوع يمكن أن يمهد لتحرك جدي باتجاه استئناف عملية السلام الشاملة وإخراج البلاد من دوامة الحرب والفقر والضياع التي تعيشها منذ انقلاب 21 سبتمبر 2014 وفي الرياض التقت رئيسة دائرة شبه الجزيرة العربية في وزارة الخارجية البريطانية هيلين وينترتون نائب رئيس الجمهورية الفريق علي محسن صالح ومستشار رئيس الجمهورية الدكتور أحمد عبيد بن دغر والتقت كذلك وزير الخارجية محمد الحضرمي خلال لقاءات المسؤولة البريطانية مع المسؤولين الثلاثة جرى مناقشة الإخفاقات التي تكتنف عمليات السلام في اليمن بدءا من اتفاق الحديدة وانتهاءا باتفاق الرياض مرورا بجرائم الحرب التي ترتكبها ميليشيا الحوثي وكان آخرها في مارب في ظل تسارع التطورات العسكرية على الصعيد الميداني يأتي ذلك فيما يسعى المبعوث الأممي إلى اليمن مارتين غريفث إلى استئناف المشاورات حول الإطار الشامل للحل بين الشرعية والجماعة الحوثية وسط رفض من جانب السلطة الشرعية التي ترهن خطوة كهذه بتنفيذ اتفاق ستوك هولم وانسحاب ميليشيا الحوثي من الحديدة